تجمع التصريحات الأمريكية على استعداد واشنطن على دعم حلفائها في الدفاع عن أنفسهم وذلك بدءا من أوكرانيا مرورا بإسرائيل وصولا إلى تايوان إن دعت الحاجة وفي هذا السياق ترسل الولايات المتحدة إلى حلفائها أسلحة من أنواع مختلفة ولكن عندما تتداخل المطالب فإنها قد تواجه ضغطا على توفر بعض هذه الأسلحة وفق مجلة إيكونوميست لنأخذ مثال موضوع صواريخ الدفاع الجوي يمتلك الحلفاء الثلاثة مخزونا من نظام بيتريوت الصاروخي باهذ الثمن والفعال والذي يستخدم ضد الصواريخ والطائرات ولكن هذا النظام كما نرى هنا متوفر ولكن بكمية محدودة فقط في المخزون الأمريكي أما صواريخ استينجر وهي صواريخ محمولة على الكتف قادرة على إسقاط الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض فهي متوفرة ولكن بكميات محدودة جدا في المخزون الأمريكي وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لأن الطلب عليها مرتفع ومن الصعب العثور على قطع غيار لها بالنسبة إلى صواريخ جافلين المضادة للدبابات فهي أيضا متوفرة وبكميات محدودة جدا في كل من تايوان وأوكرانيا ورغم أن إسرائيل ليست بحاجة لأسلحة مضادة للدبابات بما أن حماس لا تملك أصولا من المدرعات فهي قد تكون مفيدة بالنسبة إليها في حرب ضد النقاط القوية المحصنة نظرا لدقة استهدافها وفق مجلة إيكانوميس أيضا ووفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أيضا أرسلت واشنطن لحلفائها 40% من مخزونها من صواريخ جافلين مما قد يجعل امداداتها محدودة للغاية في سيناريو الحروب الثلاث ووفق إيكانوميس تعاني الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نقصا في قذائف المدفعية من عيار 155 مليمتر مما طرها إلى تحويل لإسرائيل شحنة كانت أصلا متجهة إلى أوكرانيا وفي حالة الصراع حول تايوان أيضا تشير الأرقام إلى أن الصواريخ بعيدة المدى المضادة للسفن قد تنفذ بسرعة من المخزون الأمريكي ونقلت إيكانوميس عن خبراء أن النقص في مخزون السلاح الأمريكي هو مؤشر على استثمار واشنطن غير الكافي في الذخائر في السنوات الأخيرة لكن واقع الحربين واحتمال نشوب حرب ثالثة بدأ يغير ذلك ولكن إن انزلق العالم إلى مزيدا من الفوضى فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد تصبح معرضة لخطر التحول إلى قوة عظمى مجهدة وفق إيكانوميس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر